موسيقى نرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 360 درجة الربيع العربي هو المسمى الأشهر للمقطع الزمني الذي بتنا نؤرخ له منذ إشعال أبو العزيزي النار بنفسه في تونس ليدشن بهذا الفعل شرارة التغيير في العالم العربي من أقصى إلى أقصى الشباب كانوا هم لب هذا الحراك وكانوا هم في الغالب من يوجه دفة الأحداث فيه وأثناء متابعتنا لمجريات هذا الحراك السياسي والذي عصف في العالم العربي بشكل كبير وغير بعض الأنظمة وأحدث تغييرات في أنظمة أخرى لا يمكننا أن نتجاوز أمرين الأمر الأول المحطة التي وصل فيها هذا التغيير وهي دولة عربية استراتيجية وهي سوريا وكذلك لا يمكننا أن نتجاوز شريحة الشباب باعتبار أن لهم دور فاعل في هذا الحراك ولكن باتجاهات وبنظرات أيضا مختلفة معنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين وكما وعدت في الحلقة السابقة أن نخصص حلقة للشباب السوري من مختلف المحافظات لنناقش معهم رؤيتهم حول التغيير في سوريا وما هو الجزء الذين هم معه وما هو الجزء الذين لهم فيه رأي آخر نرحب فيكم إخواني وأخواتي الحضور ونشكركم على تلبية الدعوة خليني أبدي في البداية نعرف السادة المشاهدين على أسمائكم وكلمة مختصرة كل واحد يعرف نفسه حسب ما يشاء طورة الدين من دمشق من دمشق أنا يامن سليمان من محافظة طرطوس من محافظة طرطوس أستاذ الكريم أنا كمان المحامل حسن بركات مقيم في العاصمة في دمشق مقيم في العاصمة دمشق مقيم لكنه من الساحل لطيف من اللازقية لطيف أستاذ الكريم جواد العيّة من دمشق من دمشق أستاذي الملحن عبدالقادر عرب محافظة حلب مقيم بمدينة دمشق جيد الأخت الكريمة سوء المقدسين من دمشق من دمشق طيب خلي المكروفون معاتش يعني أنا راح أبدي من أستاذ الكريم يعني كما قلت أنا في المقدمة إن ما يحصل في سوريا هو جزء من حراك سياسي حصل في العالم العربي من أقصى إلى أقصى التغيير دائما شيء جيد لأن الجمود والثبات على حالة معينة شيء غير مستحب وشيء غير محبذ فالتغيير عندما وصل إلى سوريا أنتم الشباب جزء كان معه جزء كان ضده ما هي نظرتكم للتغيير عندما طرق أبواب سوريا ما الذي تؤيدونه وما الذي لا تؤيدونه فيه فضل أستاذي في البداية هل هذا التغيير قادر على إقناعي أنا كشخص سوري لأن التغيير هو التغيير للأفضل نعم هو أول شيء ترك بابنا هذا السؤال فأنا كشخص أنا لقيت هذا التغيير هو التغيير نحو الأسوأ نحو التقسيم ما هو مقسم لماذا حكمت عليه بأنه للأسوأ وأنه سيقسم سوريا على مبدأ أنتم متت بس شفت مين مات فأنا بسأل نفسي هل الشعب المصري عندما نزل إلى الساحات يريد إسقاط نظام الحكم في مصر هل ما يشاهده الآن في ميدان عباسي أو في ميدان التحرير هو الشيء يلي خلاه ينزل أكيد رح يقول لك لا أنا نزلت مشان أغير مصر لشيء الأحسن لكن هلأ اللي عم يشوفه بميدان العباسي اللي هو راضي عنه فهي واحد اتنين أنا بسأل الشعب الليبي أنه أنت نزلت لتغير وقمت ثورة وعملت ثورة مسلحة ضد نظام معين اللي عم تشوفه داخل ليبيا الآن هو هذا كان المرجو من ثورتك والأمثلة تتعدد في كل البلدان اللي حصلت فيها ما يسمى الربيع العربي لما بشوف هذا الشيء وبيجي لعندي خصوصا أنه كل هاي الدول اللي عم بحكي عنا في كفة وسوريا في كفة كل هذي الدول لا تمتلك هاي التنوع الديني ليش سوريا بكفة والباقية بكفة؟ لا يمكن أنه في دولة يكون فيها هذا التنوع الديني والقومي والعرقي مثل سوريا جيد فنحنا كجيل نحنا عايشين كجيل عشنا يعني أشبه أو هو مواطني حقيقية نعم فأنت تتحول من المواطني إلى شيء ما يسمى بأنك أنت تحكي أو أنا أعرفك قبل ما تيجي لعندي بدون ما تعرفني عن اسمك أعرف هويتك الدينية أو القومية هذا كتير بشع هذا اللي خلانا نحنا ننفر منه لما في شيء تغيير بده يصير بهذا المكان لازم أول شيء إراعي ثقافة هذا المكان تنوع هذا المكان ممتاز إذن يعني خلينا أقول وان طبعا طالما أن الجلسة هي جلسة شبابية والحلقة الجلسة شبابية فأنا من الآن أقول لكم أرجو أننا لنتلزم يعني في الشكل الرسمي نعم خلي تكون لها طابعة دردشة والتعقبات لا بأس فيها أستاذ الكريم طالما أنك تحب تعقب طيب هل أفهم وهل تؤيد أن أنتم مع التغيير من حيث المبدأ ولكن لكم يعني تحفظات على الأسلوب الذي يتم فيه التغيير تفضل أكيد أنا بدي وافق بجزء كبير من حديث زميلنا من حيث واقع التغيير اللي كان عم يصير أنا بس بدي نوه لشغلة تفضل كلمة الربيع العربي أنا بتصور هي بتختلف من بلد لبلد يعني ما يوصف بالربيع بتونس نعم ممكن يكون خريف بسوريا ممكن يكون شتاء بليبيا توضح لي هل بناء على ما تعيشه الدولة قصدك يعني بناء على إذا كان فيها ظلم فبالتالي التغيير هو بالتأكيد ربيع يعني توضح لي هذا الفكرة بتأكيد نحنا أنا أنا بتوقع نحنا ما بنقدر نزاود على الحقيقة تمام البلد الواقع فيها ظلم أو فيها إشكالية نعم أو بطالة شديدة أو فقر شديد نعم مثل بلاد عربية كثير نحنا بنعرفها تمام هلأ إذا أنا بدي أنتقل لسوريا اللي هو موضوعنا وهي بلدنا نعم بالآخر أنا بظن أنه نحنا بلدنا البلد العربي الوحيد المختلف عن أي بلد عربي من أي زاوية منها الزاوية الدينية وحتى الجغرافية وحتى الأعراق الموجودة عندنا نعم اللي تتميز فيها سوريا يعني عبر التاريخ نحنا نعم في التعايش اللي موجود عندنا بسوريا بين جميع الطوائف هو موضوع تاريخي لطيف وبالزمن الجديد بالزمن الحديث يعني بالقرن الماضي أكد أو أكد الشعب السوري أنه هو قادر على هذا التعايش تمام ولم يسجل التاريخ القديم عننا ولا الحديث أي اقتطال طائفي أو إشكالية طائفية بين أي طائفة بهذا البلد نعم فأنا بدي بس أقول أفلت الموضوع بالنسبة للتغيير نحن مع التغيير الصح التغيير غير دموي التغيير المنظم المنسق اللي بيخدم الآخر بالبلد نحن اليوم عايشين بكرة أولادنا عايشين هذا التغيير برأي لازم يخدم أولادنا إذا خليني أنا أنتقل للأستاذ الكريم الآن يعني في نقطتين أنتم ركزتوا عليها أولا أن سوريا تتميز بالتعددية الطائفية والدينية والعرقية وما إلى ذلك ويجب أن نحافظ على هذا التمايز خليني نقول وهذه الألوان المتناسقة بشكل جميل داخل يعني البلد السوري وأنتم أيضا حسب ما فهمتم من الأستاذ والأستاذ أن أنتم مع التغيير ولكن غير موافقين على أن يكون التغيير بأي نمط أيضا لك التعقيد تماما كما سبقني رفاقي بالقول أن الشعب السوري والشباب السوري يمتلك طاقات يمتلك موروث تاريخي يمتلك غنى ثقافي غنى عرقي يمتلك هذه المقومات كلها التي لا يمتلكها أي بلد على ما أعتقد إلا الهند أو بما تملك مدينات وتاريخ وموروث ثقافي يتكرس عبر ألاف السنين أنه ليس طارئ نحن نريد تغيير نحو الأحسن ونحو الأفضل الذي حصل في البلدان العربية الأخرى أنه هناك يلا شباب القطار الترين يمر اركبوا في العربة السؤال لم يسأل أين المحطة الأخيرة نعم أين محطة صدوعة ذلك القطار هل هو نحو السيء نحو المجهول نحوها برأيك 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 اللي حصل في سوريا وأنت شبه تشبيه جميل أن القطار يمر لنصعد يمر أنزين طيب أنت برأيك أن التغيير هذا محطة الأخيرة يعني من وجهتين نظر أين ستقف محطته الأخيرة في سوريا محطة ستكون في سوريا لأن الهدف وكان المحطة المقصودة هي تخريب البلدان العربية طبعا نحو أنا برأيي وبعض من رأي شرائح الشباب اللي لتقناهم عبر الأزم الطويلة التي مرينا بها كان هو تخريب البلدان فقط نعم النتيجة التي رأيناها في تونس هي هيكالية الدولة تغيرت فكر الشباب الفكر السلفي زاد في مصر تخريب للدولة لا بس أنت هل يعني هل يعني أنا كأني أفهم من كلامك أنه خليكن زين بالعبدين بموجود بظلمه وببطشه خلنقول خلنفرض حسني مبارك بما صنعه تجاه الشعب المصري هل أنت يعني أنت تقول أن هذا لازم ما يتغيره أنا لا أمتلك حق أن أقول يجب أو لا يجب أنا أتكلم عن بلدي أما ما رأيته في البلدان الأخرى أن هذا القطار مرة من عندهم إلا أنه لدى نتائج خراب رأينا السودان تتقسم إلى دويلات رأينا مصر أخذوا مصر إلى مكان غير موقع القومي جيد أنا حين فهمت من كلامك أنه أنت مع التغيير ولكن أنت تنظر للتجارب الأخرى تريد إيجابياتها ولا تريد سلبياتها هل هناك إيجابيات؟ خليني أسأل سؤال هل إيجابيات؟ طيب خليني أسأل سؤال صغير أيضا الشباب السوري والمواطن السوري بشكل عام له حاجات يشعر أنه بخوص حقه في بعض الجوانب ومن حقه أيضا ربما البطالة أو الفقر أو كثير من الطموحات التي يمتلكها الشاب السوري أو المواطن السوري لا يجدها وكثير منكم أيضا يتكلم عن جوانب فساد أليس هذا كافي لأكون مدعاة للتغيير؟ نعطي مجال حق الأخت بس أول شي أنا كنت ضد تسمية رياح التغيير أو رياح الربيع العربي اللي عم بيصير بالدول العربية كانت السورات خليني سميها بين أوصين وحطة حتى 3-4 خطوط حمر نحنا نعرف بسوريا السورات التي مرأت فيها سوريا هي سورات كانت تحمل مفهوم وساوات عدالة، كرامة، تطوير الأمة السورية، نهضة بالمواطن السوري بغض النظر شو دينه وبغض النظر شو عرقه بينما الشيء اللي صار، هذا نحنا هيك منفهم السورات بينما الشيء اللي صار بمصر ولا بتونس للأسف بعض القوى الاستعمارية أنا ما بدي أنفي أبدا وجود يد أجنبية سهيونية أمريكية أوروبية دخلت واستغلت المطالب المحقة للشعوب إذن هناك مطالب محقة؟ أنا لا أبرر أن هناك مطالب كثير محقة للشعوب ونالتها بس الحالة بتختلف بين مصر وتونس ولا بين سوريا هناك في بطش وفي ظلم وفي حقوق ضائعة وفي نظام عميل بامتياز بينما هون أنا ما فيني أقول أنه ما في مطالب محقة طلعت بأول الأزمة وأنا هلأ بعدين خليني أرجع لك ليش هي أزمة ما في مطالب محقة، ما في كان بعض الأمور الفازدة، بعض الأمور الغلط بينما نحنا عنا هون رئيس مقاوم، رئيس وقف بسبات تجاه كثير أنظمة استعمارية، تجاه كثير من المؤامرات منذ أن استلم السيد الرئيس بشار الأسد الحكم من 2000 وسوريا عم تتعرض لوابل من المؤامرات تحمل هاي المؤامرات وضغطها لوحده بدون حتى ما يدخل الشعب فيه وكنا عايشين برخاء كنا عايشين بحالة أمن سوريا اليوم تدفع ثمن مواقفها خلينا نقول من القضايا العربية يعني الاستراتيجية كموضوع المقاوم بغض النظر أنا هذا السؤال يعني ما لازم أصلا ينسأل أنه معروف دور سوريا المقاوم وأنا ما عم بهين بدور الدول العربية أو الشعوب العربية ولكن للأسف في أنظمة فاسدة في أنظمة عميلة حكمتها غيبت دور الشعب وكلمة الشعب المحقة بالنهاية انتصر للانتصر وتغلح بس أنا بأسف على هيك ثورات يلي استغلى العدو بالنهاية العدو الإسرائيلي معروف شو هدفه الاستقرار بمصر وين كان قبل لا أنا معلش بقول يكون حسني مبارك ونطيح فيه بطريقة كتير سلمية على أنه تكون مصر يلي منقول عنا أم الدنيا هي عم بصير فيها هي حالة عدم الاستقرار على كل حال يعني ربما هناك وجهة نظرة أن هذا جزء من التغيير ولسه لم ينتهي يعني لم ينتهي التغيير بمراحلة يعني برجع لك هذا شيء تاني بس نحن سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود نستكمل بقية أجزاء هذه الحلقة أعزائي المشاهدين مستمرين في حوارنا مع هذه الحلقة الشبابية ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل يبدو أختي كأنما تشتوضيح هنا الشي اللي صار بسوريا من سنة وكم شهر تقريبا سنة واربعة شهور هذا شي مختلف كل شي كان عم بيصير سوريا حالة استثنائية بالبداية طلع شباب كان عم بيطالب ما فينا ننكر وجودهم لأنه هنا بالنهاية أخواتنا بالوطن ونحن منحتوي بعض ونحن منشد على إيديهم بعض بأي أزمة منمرؤ فيها ولكن حتى هن الشباب أنا بأكد لك 100% أول شباب طلع بأول مظاهرة أو احتجاج خلينا نقول طالب بشغلات كتير محقة ومع وحق فيها ولكن برجع بقلك فيه كان حدا خارجي عم بيستغل هدول الشغلات عم بيشتغل العقل السوري المثقف اللي منتخانق بيني أنا وابن بلدي بينات بعض إذن وين حصلت الانعطافة هذه اللي أنتو أكثر من شخص قال أن هناك مطالب محقة وإحنا معاها ونشوفها في محلها ولكن حصل شيء خلانا ندوس بريك ونوقف وين حصلت هذه الانعطافة إذا تجاوبني أستاذ الكريم اللي خلتكم أنتو يكون لكم رأي آخر تماما أنا مثل ما قاله كل زملائي بدي أكد أنه كان ببداية الأزمة في مطالب محقة كلنا كنا معا كلنا بدنا بلدنا تكون أفضل بلد بالدنيا أكيد إذا بنمثل البلد ببيت فنحنا منختلف مع بعض أكيد بس ما منتبح بعض اللي صار أنه هاي العالم رفعت على بعض أسلاح وبس نرفع الأسلاح كل آياتنا كنا ضد هاي المطالب الناس اللي طلعت وعندها مطالب محقة بالأول وقت شافت التسلح اللي عم يصير ضبت حالة ببيوتها قالت لا أنا بدي الأمان أنا بدي بلدي ما بتبح أخي يعني خليك أكمل معاك يعني أنه أيضا في بداية الحراك شرائح كثيرة قد تكون مع الحراك لكن بسقوط الدم خلص الكثير سيدي حتى النظام مع الحراك الشعبي اللي صار بالأول النظام مع الأصلاح النظام بهمه بلده وشعبه يكونه راضي لطيف حتى النظام كان مع الحراك اللي عم يصيره ومباشرة توجهه بأنه يبلشوا بإصلاحات بقانون الإعلام بقانون الانتخاب بأكتر من قصة نعم لكن هذا الموضوع قلب ركب عليه أكتر من مؤامرة مؤامرة عربية مؤامرة صهيونية مؤامرة أمريكية أوروبية ونفت مصاري برقم بأرقام خيالية نعم 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 دخل السلاح بطريقة غير شرعية بشيء مطبيعي هاي العالم نلعب عليها حتى في عالم نضبط اللي واعي اللي طالعي غير يعني في نقطة هذه راح أتجرنا إلى عدة نقاط أنه أنه مثل ما تفضلت أنه يعني أصل الحراك وأصل المطالبات لا بأس فيها وأنتم معاها طبعا طبعا كلنا نفت نظري الكلمة اللي قلتها أن هناك مؤامرات ركبت على هذا الحوار تماما جيد هذه المؤامرات والتي أنتج يعني طبعا أنا حسب ما أفهم مما تفضلت فيه وتفضلوا فيه الأخوان ركبت عليها مؤامرات وأنتجت خنقول حركة مسلحة أو سقوط قتلة وجرحة البعض بصراحة وأنا أنقلكم رأي العام الذي نستقيه من الإعلام أن القتل وسفك الدماء المسؤول عنها النظام السوري وليس تفضلوا بعدين أسمع تعقيبك أستاذ الكريم سيدي الكريم النظام شو بهمه بلده غير تكون هادئ وشعبه نح قاعد نعم النظام بدي روح يتحركش العالم يقتله لحتى ترد عليه مو منطي هذا الكلام لكن اللي سمعنا الجيش بيجي بأوص على العالم اللي تجي ترد عليه أنت لا بس أنت إذا أوصت على الجيش فواجب الجيش أنه يحمي الناس اللي وراه لكن أحنا اللي وصلنا اللي وصلنا أو اللي نسمع من وسائل الإعلام أنه إذا طلعت مظاهرة في مكان ما فالنظام لا يطوقها بالوسائل السلمية ولكن يطوقها بالعنف وبالسلاح هذا الكلام اللي سوقته قنوات الفتنة نيح والقنوات المغرضة هو كلام غير صحيح أنا شخصيا حاضر أكثر من مظاهرة الأمن والجيش ما بيقرب عنيهم لحتى يصير أطلاق نار تجاه الجيش وعن يحاولوا يستوعبون وما يطلقوا النار ويطلقوا النار بالهواء لحتى العالم تخاف وتمشي بس هذا الشي أطور كتير الأستاذ لا تعقيب بس أنا في نقطة غيرة قبل ما يتكلم زميلي أنا أنت عم تقولي الشعب بره عم يشوف شي أنا حابب أسأل هذا الشعب اللي متعاطف مع الشعب السوري نعم نحنا مبسوطين أنه الشعب تقصد الشارع العربي الشارع العربي الشارع الخليجي اللي متعاطف مع السوريين عم يشوفهم عم ينقتلوا مثل ما عم يشوف هو مغيب عم يشوف عن طريق هاي القنوات نعم أنه هذا الشعب السوري عم ينقتل أنا بدي أسأله سؤال بسيط كتير نعم الثورة بتونس أكلت عشرين يوم حلو الثورة بمصر أكلت شهرين كان ساقط نظام بارك اللي هو كان نظام كتير متعاكل يعني خوات أنا بدي أسأله بسوريا صرنا سنة وشهرين نعم ليش ما سقط؟ مسأل حاله؟ أنا رح جاوبه هذا الجواب الجواب بيقول لأنه نحن عنا جيش عقائدي من قلب البيوت هذا الأخي وأخوك وأخو وأخو وأبني وأبنك لطيف فهذا الجيش مآمن بأنه هو معم يغلط فنحن الشعب عم يحمي بلده تمام عم يحمي بلده وما نو شعب طالع فهن لطيف وضعت وجهة نار خلني أسمع تعقيم الأستاذ مثل ما قال زميلي يعني أنه الجيش كلاته يعني إيد وحدة ونحن كلاتنا إخوات يعني يعني الجيش أنا وأنت ورفيق كلاتنا يعني دعم أنه شلون يعني بدنا نقتل بعضنا شلون بدنا نقتل يعني يعني هذا الشي يعني حتى هنين عم يستغلوا المظاهرات عم يستغلوا مطالب العالم ومستغلوا عم يفوتوا سلاح لبيناتهم مشان يقولوا أنه الجيش هو اللي عم يضرب هو الجيش اللي عم ي بالمناسبة بالمناسبة للشحنات الأسلحة التي يعني ذكر الإعلام أنها ضبطت سواء على الحدود أو في لبنان أو داخل سوريا شلون تحللون يعني هذه شحنات السلاح وأيضا هناك مطالبات معلنة بتسليح المعارضة ردا على ما يقوم به النظام من قتل وسفق دماء وأطلاق نار وما لذلك أنتم ما هي روايتكم للقصة أو وجهة نظركم في هذا الموضوع هنا في عندهم خطة وبدون يكملوها يعني لو 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 اتبعوا أي حييل له أسلوب يعني يعني أي أسلوب اتبعوا إن كان بالقتل أو بالسلاح أو بري حييل أي شيء أي أسلوب يعني بدون يتبعوه يعني لازم بدون يكملوا دعم يعني حتى التفجيرات اللي صارت هي كل ياتها هي كل ياتها من الخطة يعني تبحون وكأننا إحنا ما قاعد نقول إنه في خلينا أتكلم شديد بصراحة أكو جوانب فساد إداري أكو جوانب مشاكل أكو جوانب كذا فيعني أيضا هذه يعني لازم نعلق عليها تفضل وفي فساد وفي فساد إداري وفي عنا كتير أخطاء نعم بس هذا الشي ما بيعني إنه نحنا نغيره بالسلاح نحنا شعب واعي مثقف دارس عنا من كافة الشرائح والأعراق والديانات قدرانين نعمل حوار حضاري مع بعضنا ونحل كل مشكلة موجودة عنا نفترض نحنا إنه نحنا نظامنا ما كان منتبه لأنه في كل هات لطيف أوكي وإيجا هاي حركة أنت لا تبرق النظام ما بدي برق حدا نعم وإيجانا نحنا صار بداية هاي الأزمة وصار الحراك الشعبي أولا نعم قبل ما تقلب لمؤامرة لأسلحة تماما التفت النظام إنه في عنده أغلاط وإنه هو لازم يحل هاي الأغلاط ويعمل حركة أصلاح بالبلد فهو التفت على هذا الموضوع بس هذا النظام بحاجة وقت صحيح جيد بده يقدر ما في شي بنعمل بنهار صحيح خلال إدعش أو خلال إدعشر شهر في أصدر السيد الرئيس أكتر من خمسة وستين مرسوم أوكي طيب يعني معناته شو لو ما بده يصلح ما كان برأيك إنه عجلة الأصلاح هذي يجب أن تتاح لها الفرصة بس في نقطة أنا بدي أرجع للموضوع اللي بلشت فيه حضرتك نعم إنه المظاهرات اللي عم تطلع عم يطلعوا يقولوا الشعب يريد إسقاط النظام لطيف هذا اللي في الدول العربية الأخرى يمكن وبالدول العربية بلشت من تونس بعدين على مصر بعدين وعنا هون هلأ بيطلعوا الشعب يريد الشعب يريد طيب إنه هني الشعب طيب أنا ماني شعب هاي العالم كله اللي موجودة مانا شعب العالم اللي بالشوارع اللي طلعت بمسيرة العالم أكتر من 8 ملايين شخص هذول مانهون الشعب طيب نحنا نريد وهني شون معناته أنت عم تسحب صوتي طيب إذا من الأساس أنت مغيبني أنا كيف دي اسمح لك أنت تستلم سلطة إذا من هلأ عم تغيبني وما عم تقبل رأيي أنا دائمة بليسمح لك يبدو لي الأخ كان عنده تعقيب تفضل أنا بدي أحكي شغلة إنه نحنا خلينا نحنا نحكي دائما عن السابت والدائم اللي هي الأرض اللي هي سوريا لطيف أي نظام بالكون عنده أخطاءه جيد أنا ما رح أمدح نظامي اللي أنا عشت بكنفه مدة أربين سنة على عمري الله يعطيك الصح والعافية يتسلم يا ربي يخليك أنا بدي أقول نحكي عن وعي الشعب نعم نحنا هلأ فاتت بالأزمة سنة وقت شهور أو أربعة شهور ما عد فينا نرجع للورا لطيف أنا كتير بحب إنه نحنا نشتغل على واقع الأزمة سورية في أزمة حصرونا بأزمة طائفية استنعوها نعم حزمونا بمشاكل دموية بإشكاليات بالشارع ورح أرجع وافق أنا كل الزملاء أنه نحنا أكيد عننا فساد وأكيد نظامنا ما لو كامل ولا هو إلهي نعم نعم في مشاكل بس هلأ أنا بيرأي اللعب هو على وعي الشعب أنا رح أقول شغلات كنا كتير منحكي فيها أنا متأكد بهاي الجلسة نعم نحنا في أكثر من طائفة دينية موجودة هالله في نفس هذه الجلسة نعم طبعا طبعا نحنا صفنا أنه صرنا نحكي بهاي اللهجة بهاي الطريقة نعم نعم مهي كان غير موجودة بس صدقا بالله نحنا لما ندعيتونا للقاء ما أحدا بيعرف التاني في يعني نعم نعم معرفة شخصية نعم بس أنا متأكد في أكثر من عرق وطائفة به بهذا المجلس حكي حكي طيب زين إحنا جيد إحنا قاعد نوصل إلى نقطة نقطة وأنا أقود الحوار لنقطة محددة أخذ من الأخت التعقيب إذا سمحت بداية وأنتو نقطة المشتركة بينكم هي الإقرار بنقطتين أن هناك أمور يجب أن تصلح في مطالب محقة ولكن كما تفضلتوا توقف الموضوع لديكم كلكم عندما أصبح هناك سلاح وشهر سلاح وسفك دماء أنتو كيف تلقيته يعني شلون تعاملتوا مع بداية الأحداث عندما يعني بدأ عداد سقوط القتلى يكر شلون تلقيته هذه الصدمة شلون تفاعلتوا معها أول ما صارت القصص وطالبوا بالمطالب المحقة كشعب سوري نحنا واعي وعنا عقل مين ما كان يكون في ناس يعني نحنا اعترفنا يعني حتى لو أنا كنت مؤيدة بس أنا اعترفت هاي مطالب محقة بالعكس لأنه نحنا سوريين قالنا نحكي بينات بعضي أنا وأخي السوري نتناقش في عنا خلافات ما يعني ما أنا آخر الدنيا هي بنهاية بس وقت صارت القصة دم وفي سلاح وبالآلاف بالآلاف تهرب السلاح كميات مو معقولة وبعتقد كل المحطات وورجت أنه السلاح تهرب على سوريا وبتصريح بعض من كتير من الأنظمة العربية أنه نحنا من ندعم المعارضة المسلحة فهذا اعتراف يعني من فمك أدينك نعم أنه بدا تسليح المعارضة فلا أنا صرت فكر أنه صحي كان معهم حق بالمطالب بس أنا شو باستفاد من المطالب وإذا فيه خراب وعدم استقرار ببلدي لا هذا من واجب الجيش وهذا من واجب قوى الأمن وبدي أتشكرون نحنا قاعدين بها الوقت وعم نحكي وعم نحظى بالأمان صحي عدم الأمان ما كنا فيه من قبل من سنة بس هنه هلأ واقفين وهنه عم بيحمونا عم بيحموا أنه نحنا نكمل حياتنا باستقرار وعالقليلة أقرب بما يكون إلى الطبيعية بس هذا واجبه أنه يحميني ويحميكم ويحمي حضرتك أنت بتشرفنا بسوريا فلا أنه مطالب مو هلأ وقتا مو هلأ وقتا هلأ بس نقضي على عدم الاستقرار نئيم الدم السوري لأسمن دم نازل على الأرض على الأرض هذا ما بيسير هذا دم كتير غالي أنه ينزل على الأرض الأستاذ هناك يقعدي أشر لي بعينها عنده تعقيب أنا بدي أسألك أنتوا أيضا في نفس السؤال في نفس التجاه السؤال عندما حصل يعني بدأت الأمور تأخذ منحا مسلحا وبالتأكيد هذا شيء غير مألوف يعني بالنسبة للشعب السوري أن تحول الأمور إلى شكل دموي طبعا كمجاميع شبابية كناس كأهل شلون تعاملتوا معه خلينا نقول الصدمة الأولى من هذا المنح الدموي إنجاز التعبير لهذا الحراك بدي زي بدأ أرد على سؤال تفضلت بحضرتك أنه السلاح الذي يهرب لسوريا شو دلائل وشو علام وشو المؤشرات التي يدل عليها من فترة الأسابيع السابق القليلة رأينا سفينة تسمى لطفالة اثنين وكان الذي قبض عليها وضبطها هو الجيش اللبناني ليس العلاقة للنظام أو للجيش أو المخابرات السورية في القال قبض عليها إذن واقعة تسليح أو واقعة تهريب السلاح هي واقعة مضبوطة بيد غير سورية إذن هي حقيقة تكلم عنها الإعلام وأكدها الإعلام هي حقيقة بإمكان أي إنسان أن يتأكد منها من غير المصدر السوري كما تفضلت الرفيق أيضا هناك أنظمة هناك أمراء هناك رؤساء هناك بيانات خرجت بضرورة دعم المعترضين المسلحين في سوريا فإذن حقيقة وجود وتهريب السلاح إلى سوريا هي حقيقة أصبحت واقعة ولكن أنا بس أقول لك ترى أنا أنقلك وجهة النظر من يرغب بتسليح خلينا نقول معارضة سورية بصريح العبارة هو يعتبر هذا العمل مبرر في مقابل قيام النظام باستعمال السلاح تجاه المعترضين هذه وجهة نظره طبعا سأفترض أني وافقتك الرأي نعم أين كانوا من حرب غزة في عام 2009 أين كانوا نعم لم نرى قطعة سلاح لا أريد السلاح لا أريد السلاح لا أريد دعم لا حماس ولا فتح بالسلاح أخي الشعب الفلسطيني لم يزبح لكن أريد فقط علبة حليب دخلت إلى غزة كيف تدعمون هنا في سوريا بعض الناس المعترضة بقطع بسلاح كم هائل أما في غزة الشعب يزبح يرمى ويقصف في قنابل محرمة دوليا قنابل اليورانيوم المنظب أين كانوا أين كانوا من هذه الوضع يعني أنا أهم أيضا أريد أن أستكمل هذه الملاحظة هذه نقطة مهمة أنا أريد أن أعقب عليها نقطة الإنسان العربي مشر مع الركب لم يسأل شعب في سوريا يزبح هيا ندعم أخواننا الإسلام أخواننا العرب بدأوا في هذه اللعبة وأقنعوا الشعب البسيط الشعب العربي بطبيعته إنسان في نخوة في عاطفي أكثر مما يحاكم عقلانيته هذه الأمور لعبوا على هذا الوطن زتين أسألك سؤال مباشر تسمح لي السؤال أيضا يعني من يريد أن يعقب هم المجال المفتوح له يعني هل تريد أن تقنعني مثلا أن النظام غير مسؤول عن أي قطرة دم هو قام بخلي نقول تحت مبررات مختلفة هو لا يمكن تحميله مسؤولية جزء من هذا الدم اللي يسفك على أرض السورية أرد الآن السؤال إليك ألم تسمع بسفينة لطف اتنين التي حملت سلاح على سوريا النجيش يعني موجودة في الإعلام موجودة في الإعلام تابعناها سمعتها على الأقل له في الإعلام أسألك أنت كإنسان عربي من دولة الكويت الشقيقة نعم إنسان تحترم جيشك تحترم دولتك تحترم نظامك إذا علمت أن هناك بعض المسلحين الذين خرجوا عن مؤسسة الدولة أو الإمارة أو التي هي حملوا سلاح لإزاء ذلك النظام أو تلك الدولة نعم وهم يباشرون باستخدام السلاح جيد بأي وسيلة ترد عليهم بغصون الزيتون بالورد الجوري الأبيض بما ترد يعني اللي أفهم منك أن هذا كان رد فعل وليس فعل أنا أشد وأبارك وأطالب كمواطن مدني أطالب الجيش السوري بالأكثر أطالبه بكل من حمل السلاح بسحقه هذا لأنه إنسان خرج على الدولة هذا لم يترك مجال لا حوار ولا مدني هذا خرج عن نطاق التآمر والأكثر هذا إنسان أنا واضح أن هذه النقطة تحديدا يعني استفزت أكثر من تعقيب خلينا أخذ تعقيبات بالكامل أستاذ بعدين أستاذ الكريم تفضل هلأ أنا بدي أحكيكم بتعرف أنت دائماً لما بدك تحكي عن الغائب أو بدك تحكي ثقافة العنعن عن فلان عن فلان عن فلان نعم غير اللي بتحكي عن نفسك حادثة أنت شهدت بنفسك أنا أملك أخ يعمل في الجيش والقوات المسلحة تمام خدمة إلزامية مجند يعني طبعاً مجند نظام فقط لا هو بيكون موجود بأماكن حماية الممتلكات العامة بلحظة من اللحظات أنا لاحظت أكثر من مرة أحياناً لما بشوفه شفت معه أحياناً بيكون في شغلات بيمتركوها كوثائق إداني للطرف اللي هاجم تمام ففي واحد منهم بيكون عم يقول للناس عم يحردوا للهجوم على المؤسسة العامة إنه روحوا كسروا كذا وما بارشوا عم يحردوا فبينط واحد جنبه بيقول له لا في حفظ نظام هلأ هناك في حفظ نظام يعني ما رح يخلينا بيقول له ايه معلش معلش إذا ماتوا ناس بيصير خبر عاجل المتاجرة بدماؤن اللي عم يحرد الناس لا يكون في الصف الأمامي بيكون وراء بزد هالعالم قدام وبيعرف أنه هاي ممتلكات عامة من واجب الدولة حمايتها زين أنت ذكرت قبل قليل قلت أنا ما بدي أقول عن 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 أنا بذكر أمور أنا شاهد عليهم شاهد عليهم أنا شاهد أنا كيان يعني هذا اللي تفضلت فيه أن من يحرض هو يقف في الصفة الخلفية ويدفع بالشباب ويدفع بالشباب هذا أنتم شاهدتوا هذه النماذة نعم نعم وأنا مثلا بيقلك شغلي في آية كريمة بتقول كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صح أنتوا طلعتوا بشعار الحرية تمام إذن الحرية لك ولغيرك صحيح أنا حريتي أن أبدي رأيي نعم هل من المعقول نعم أنه أنا كيامن أنه إذا بدي أبدي رأيي يكون زنب رأيي هو القتل ويوصل تهديد لداخل منزلي أنك ستقتل لأنك مضاد لأن بهذا الخيار هي كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أنتوا هل بعضكم هل بعضكم معلش يعني راح أستأنف بس بين قوسين هل بعضكم مثلا لأنه نزل إلى الشارع شارك في مظاهرة كذا مؤيد النظام هل تعرض لشيء من تهديد ادخل إلى الانترنت شوف صور كل واحد موجود نرجع لموضوع اللي فتحته أنت أستاذ مبارك أنه النظام ردا على أنا بدي أمسلك إياها بطريقة أفضل نفترض أنه نحن الوطن هو بيت نعم فيه له أب اللي هو النظام حلو فيه عنده أولاد نعم واحد من هيل أولاد ولنفترضه فلان نعم قام كمش السكين على أخوه الثاني حلو وانت كأب تسمح له لا بالتأكيد يجب طيب إذا قام دبح أول واحد شو بتعمل بتخليه تباح الثاني والثالث والرابع والخامس ولا بتوقفه عند حده يفترض أنه وقفة يعني طيب ما هذا الشيء الطبيعي اللي عمله النظام النظام وقف هذا الشخص عند حده وقف هاي المجموعات المسلحة عن أنه تريق دماء السوريين هل هذا مطلب يعني أنتم تنقلون عن آخرين هاي نقطة برجع لقطة تانية بس استعزم بارك اللي حكي عننا يا مينو اللي سألت أنت أنه نحنا في تعرضت أنا شخصيا وقادر هلأ أعطيك الصور أنا سيارتي تكسرت كل ياتا لأنه بس علي صورة للسيدة الرئيس يوميا هلأ بفتح لك حساب على الفيسبوك بتقرى الرسائل يوميا تهديدات رقم تليفوني أنا مغيره لأنه كل يوم تهديدات بدنا نقتلك بدنا نتبعهاك صار معنا رقم تليفوناك عنا عنوان بيتك أنا جاهز هلأ برجيك ياها كله بالوصول إذا عالسريع عالسريع أنت شنو اللي سويت اللي استدعى هذي التهديدات يعني أنا أنا ناشط يا أخي أنا بحب سوريا بحب بلدي عم دافع أنا حريت الرأي إذا أنت عم تقول أنا ما بدي النظام وأنا عم قللك أنا هذا النظام ما بديه ما أنا حر ما أنت عم طالب بالحرية أنا عم طالب بالحرية مثلك أنا بيحكي رأي هذا التعبير استدعى هذا التعبير اللي مو معهم هو ضدهم واللي ضدهم هو يهازم يقتل نأخذ فاصل قصير ونستأنف كلامنا من حيث انتهينا إن شاء الله أعزائي المشاهدين خلكم معنا بعد هذا الفاصل رجعنا معكم أعزائي المشاهدين ولا زلنا أنا ما بي أغير مسار الحوار إحنا كنا نتكلم هل أنتم أثناء مشاركتكم وتعبيركم عن الرأي تلقيت وتهديدات أنا بس بدي أحكي شغلي عن التهديد اللي كان عم يصير نعم أنه أنا في صديق إلي باسر ريا اسمه لعب كرة سلة شهيد باسر ريا نعم لعب كرة سلة لعب منتخب سوري هذا كان عم يرفع اسم الوطن بالعالي يعني صحيح هو رايح على مدرسته هو بيعلم الأطفال لعبة كرة سلة نعم هو رايح على المدرسة استهدفه على باب المدرسة بس لأنه بس لأنه وقف مع الإصلاحات بس لأنه قال لا للخراب شنو الشيء اللي قام فيه شنو هو النشاط حتى لو كان سلمي اللي أنتج عن هذا بس شارك بالمسيرات بس أنا بعرفه صديقي الزلمة يعني بعمره مأزة حدا وكل أطفال المدرسة بيحبوه كل الولاد بيحبوه بالمدرسة فقط أنه نزل شارك في المظاهرات كل واحد فينا عم يتلقى كل دولي الأخت هما أيضا عندها تعقيب على نفس النقطة على مبدأ احتلت حارات بأكملها بحمص نعم رايبه لي هي معارضة هي إنسانة معارضة أنا بقول يعني وما في مشكلة لأنه العصابات المسلحة وأنا برفض تسميتها أي مسمى آخر هي عصابات جرامية مسلحة فقط لا غير لا إلى أي تمثيل شرعي ولا اسم شرعي تمام احتلوا الحارة فبدن ياخدوا البيت تبعها وتساعدن يعني بالقصص فهي رفضت هي معارضة وما بدها رفضت ما بدها ما بدها تساعدن هددوا بالقتل ما قامت غير إنه بالليل حملت حالة مع ثلاثة أولاد وتركت الحارة تمام ففي حاجز الجيش برا وهي حكت مع حدا لحتى تقدر تنتقل لمدينة تانية آمنة تماما للأسف عم نحكي بها الأسلوب فقال لا الجيش نبها الجندي اللي كان على الجيش قال لا أنا هلأ ما رح قدر طلعيك لأنه في قناص وهلأ تم استشهاد واحد من رفقاتي تمام قالت له أنا مضطرة وأنا ما عد قدر أعود هون ومدرش فما كان على الجندي إلا بشهد هاي فيها إنه قام بيحمل ابنة تمام ويعني حطه هيك بجسده وركت فيه الإبن الأول الإبن الثاني والإبن الثالث مشان إذا إجت رصاصة تجي فيه مو بالولاد هذا الجيش السوري مو معقول شو عم بيقتل مو معقول شو عم بيعمل مجازر رغم أنه رغم أنه هي معارضة رغم أنه هي معارضة مؤيدة هي مؤيدة بدل الإصلاحات الجزرية وهي بتعرف أنه في فساد لكن بالنهاية هي جزء من المعارضة بشكل أو بآخر هي جزء من المعارضة جزء أو بآخر بس هي بالنهاية عم بتدعي لنمو سوريا للإصلاحات بسوريا هي ضد أي عمل تخريبي بيقوم بسوريا هلأ يا ترى الأنص والاستشهاد رمز من رموز شبابنا يلي كان كل أبسط عمل عمله أنه نزل على المسيرات وأعلن تأييده لمواقف السيد الرئيس والإصلاحات اللي قام فيها بالمناسبة طالما نتكلم عن نزول إلى الشارع أنتم كمجاميع شبابية لما حصلت الأحداث يعني بالتأكيد لما يصير حدث كبير للوهلة الأولى الواحد يرغب بعمل شيء بس ما عارف شو يعمل هذه الفترة ما بعرف شو أسميها استيعاب الصدمة خلينا نسميها استيعاب الصدمة أنتم كيف تعاطيتهم مع هذه المرحلة منذ حصول الأحداث لأستاذ الكريم وإلى أن فكرتوا شو بدنا نعمل أنا الحقيقة بس بدي أرجع شوي اتفضل للنقطة اللي قبل كل الزبلاء كفوا وفوا عن واجبات الجيش وحقوق الواطن نعم أنا بدي أحكي عن شيء خطير جداً أكتر من أي تسمية مسلحة نعم اللي هو التيار التالت الإجرامي اللي عم ينشأ بالشارع اللي هو اللي هو المناخ الإجرامي إجرامي دائماً بأي إشكاليات اقتتالية دموية في مافيا تنشأ مافيا مافيا لا هي معارضة ولا هي مؤلمة نفهمت ناس تستنفع وتتجار الحرب نعم تتجار الحرب تتجار الحرب تتجار الأسلحة تتجار السلب والنهب في محافظات بسوريا بسبب انشغال الأمن والجيش نعم بالإشكاليات الحالية نشأ التيار التالت بمناخ كتير صار واضح يعني أصبحت ظاهرة هذا الموضوع فيه ببعض المحافظات أصبحت ظاهرة وهذا واقع نحنا أنا ليش بدي أرجع لوعي الشعب لوعينا نحنا لوعي الشعب السوري هلا أنا بدي أحكي من موقع آخر أنا كملحن ومدير فني لشركة نعم أنا بدي أشيد ببعض بالناس في كتير من المطربين الشباب الصبايا والبنات اللي هن ما معهم مصاري أساسا تمام فراح تديم مصاري مشان يعمل غنية يعني أنا عم يجي لعندي بيقول لي بدي أشتغل غنية حلو بديك تشتغلي غنية بخمسين ألف ليرة مصورة كليب بقول له يا أخي كيف خمسين ألف ليرة كليب وغنية وبيألحان وكلمات بيقول لي أنا هذا اللي بقدر عليه بدي أقدم شي لسه هذا اللي طالع بيدي تماما أنا هذا الوعي هذا الوعي كتير أنا بحبه أنه نحن نركز على وعي الشباب على وعي الشباب السوري بمعالجة معالجة الجراحة اللي صار راح نتطرق لهذا الوعي بشكل مفصل أنا جيد عجبتني كلمة معالجة الجراحة السورية نعم ولكن خليني أرجع إلى سؤالي أن منذ حصول الأحداث كيف استوعبتم الوضع وقررتم ماذا نقوم وما هو اللي بإيدنا ممكن سوي لمعالجة الجراحة التفضل أنا راح أقول كلمتين صغير بهاي القصة أنا ما بعتقد فيه مواطن سوري بقدر يزاود على مواطن سوري بمحبته للآخر لأخوه من أي طائفة أو عرق إلا إذا كان إنسان غير إنسان أي شيء غير إنسان ينتخلى عن قيم الإنسان تماما هو بيكون مسلوب قيمه الإنسانية أساسا فأنا ما بتخيل ونحن صدمنا كتير الحقيقة شفنا أو سمعنا وشاهدنا أشياء ما كنا نتخيل أنه هي تحصل بسوريا أنا بالنسبة لألي ما عندي القدرة أحكي عن دمويات نحن شفناها وشاهدناها فأنا أعرف سؤال جواد به أستاذ كريم تفضل نحن هلأ مثلا كلنا كنا قبل الأزمة عايشين كشباب لحياة الشباب الاعتيادية اللي هي كل واحد مننا إذا كان عم يدرس بده يحاول يتفوق يتخرج يحاول فرصة عمال يبني حياته هاي الأفكار حصل ما شيء ما بيسول أول شغل كنا نقول لا لا نحنا ما رح يصير عندنا شيء ما رح تتفاقع منهم ما رح تتفاقع بعدين بتشوف مطالب الآخرين اللي نزلت بتقول إيه والله فعلا معهم حق مثلا بتقول معهم حق وبتطلع عالطرف الثاني بيقل له حتى الطرف الثاني اللي هو الدولة الحكومية أهلت إيه معهم حق وإيه بدنا نلبي المطالب ولبوها نعم بعدين بتقول بعد ما لبت الدولة المطالب بتقول خلص لبت الدولة المطالب ما بقى أسير شيء ايه بتلاقي إنه صار فيه افتعال للدم في طرف الثالث اللي هو بيهمه إنه يموت من هذا الطرف ومن هذا الطرف هذا الطرف الثالث أنا لا أخون هؤلاء ولا أستطيع وضع أي أي جزء من حق على هؤلاء يعني جزء من الفتنا هي بفعل فاعل من طرف الثالث هو أمير الحرب يلي عم يتاجر بالدماء بده من الطرفين يموت الأشخاص نعم بتلاقي إنه الأمور اتفاقمت بشكل أنك أنت بحياتك ما كنت متصور إنه يصير هذا الشيء نعم إنه أنا كشاب إنه ما كنت وعيان إنه ممكن يصير فيه هذا إيسالة الدم نعم تحولنا للحراك اللي هو الحراك اللي بالشارع بدنا نقول كلمتنا إنه نعم نحنا مع الإصلاح نحنا مع المطالب المحقة نحنا مع التغيير التغيير الصح نعم نحنا بدنا أي شيء يصير بعدين أنا لما بدك تحكي عن التغيير أول شيء يخطر في بالك في التغيير هو صندوق الاقتراع لطيف قولاً واحداً حلو أسأل سؤال ويجب على الجميع أنه كتير يفكر بالإيجابة نعم ما دام أنتم تدعون أنكم تتكلمون عن الشعب هاي قيادات المعارضة الخارجية جيد جيد لأن في معارضة وطنية نحترمها نعم ما دام عم تحكوا باسم الشعب السوري وعنكم هذه الثقة الكاملة بأنكم أنه الأغلبية معكم تعال فرجيني عضلاتك بصندوق الاقتراع ليش خايف من صندوق الاقتراع أنا بدي أعرف ليش المعارضة لهلأ رافضة تدخل بانتخابات ليش خايف من الانتخابات يعني أنا أنقلك ما سمعته قبر مسائل الإعلام أن يقولون لا يمكن إجراء انتخابات في هذا الظرف اللي الناس بتموت والجو مو جو يعني خنقول الإنسان بإمكانه أن يعبر عن رأيه بشكل موضوعي بشكل جيد بالعكس بالعكس هاي الفرصة الحقيقية لأنك تنجح بانتخابات أول شي الناس كلها مشحونة نعم وكل الناس عرف الطريقة يا هيك يا هيك يا هيك في ناس الساتة بالمنتصر حلو لأنه ما اقتنعت صحيح هذا أكتر وقت فيه يراهن على بالعكس إذا كتير خايف على الدم السوري ينزل على صناديق الاقتراع بسرعة وغير كل شي بالدكياه إذا أنت قوي غير تشريعات وغير تماما وفي مثل على سيرة أنه تغيير الديمقراطي وما الديمقراطي والقصاص في مثل أنا كتير بحبه لأفلاطون بيقول لا يوجد في العالم وفي المعمورة ديمقراطية يوجد ديكتاتور سيء وديكتاتور صالح حلو فأنت عم تدعي بأنه أنت شايف هذا الشخص أنه ديكتاتور يمثل النموذج الصالح طيب يا أخي هذا الدكتاتور ليش لهلأ أغلبية الناس وهذا الدليل الواضح على أنه الأزمة طالت كل هذا المدة وما نشحت الثورة لحظة معهم وما قدروا يقنعوا الشعب وأغلبية الشعب مثل ما صار بالدول العربية لأنه الثورات كانت هنا صحيحة نعم صحيحة ونجحت بسرعة لأنه حراكهم صحيح يعني حضاري نعم ببعضهم في دول لا كان حراك شابه شوية مشاكل ما دام كل هالأد الديمقراطية عندك مطلب حقيقي وبنفس الوقت تخاف من الديمقراطية على صندوق الاقتراع شو هالت تشويش اللي عم تعيشه يلي مصدروا لأنه بالمقابل نحن رفضناك ممتاز وضحت الفكرة أنا بدي أسأل الأستاذ وبعد الأستاذ أنتوا شون شلون عبرتوا يعني شون الوسائل استخدمتوها في التعبير عن رأيكم أن أنتم لكم رأي آخر ولكم قراءة أخرى ما الذي صنعتمه أول شيء استاذ مبارك أنه أنا كنت خرج القطر وقت بلشت الأزمة أنا كنت مقيم في دبي تمام بلشت الأزمة بتاريخ 15 أدار أنا أجيت بستة نيسان فورا لأنه كنت اللي عم شوفوا على قنوات التضليل كنت بتخيل أهلي عم يندبهوا على الباب حلو فأجيت فورا قاله شو عم يصير ودي أخذ أهلي وأطلع نعم فاكتشفت أنه ما في شيء بالبلد أمور كتير هذي ليس للدرجة اللي صورة بعيد يعني خليني يقول نسبة واحد ونصف بالمية من اللي كنت عم شوفه برا لطيف كنت متخيل البلد أنه متدمرة يعني خلص من تما ما بقى في سوريا حلو اكتشفت أنه هذا كل ياته ما في شيء من هذا يجينا نشتغل نحن بلشوا يشتغلوا فينا على موضوع الطائفية فأول شيء كل ياتنا كمجموعات أو خلينا نقول كشباب أنشأنا مجموعات على الفيسبوك لأنه هو موقع التواصل الاجتماعي بحيث الرد على الهجم الإعلامية اللي كانت مستعدة ضدنا بلشنا أنشأنا مجموعات بعدين قررنا كلياتنا أنه لازم نشتغل شيء على الأرض ليوصل لبرا لأنه هن شكلهم ما بدون يشوفه حلو يعني وقت اللي بينزل بمسيرة مليونية بجميع محافظات القطر السوري أكتر من 14 مليون شخص بينزلوا على الشوارع بوقت واحد وبيهدفوا باسم هذا النظام وهن مع مسيرة الإصلاح تبعه وما بيطلعوا ولا على قناة فضائية غير بالقنوات السورية فبتقول معناتها نحن عم يتعتم علينا بينما إذا بيطلع عشرة وبيرفعوا آرما الشعب يريد إسقاط النظام بتلاقي أكتر من 50 محطة فضائية عم تحكي عليهم إذا طيب أنا خلينا نتوقف عند المسيرة تفضل نقطة أنه كلنا نحن نزلنا على الشارع قلنا ممكن أنه إذا شافونا بالشارع يعملوا شيء من أكتر من فعالية ما رح حدد يعني من أطول عالم سوري من المسيرة المليونية أكبر صورة مطبوعة للسيد الرئيس جيش السوري الإلكتروني كلنا حاولنا نعمل شيء لنوصل الصوت لبرا كمان عملنا صراح للجندي السوري اللي نعمل بساحة خليني أنا ما بدي أمر عليهم مرور الكرام هذا ما بدي أحشدهم كذي يحشد خليني أتوقف عندي بس أنا المقطة اللي بدي وصلت على رحاتك على رحاتك على رحاتك المجال وهمي لساتهم اليوم عم يقولوا الشعب السوري ضد النظام والشعب يريد إسقاط النظام يعني من إحنا الشعب نحن 14 مليون من 23 خليني مرح لك الولاد الصغار 14 نزلنا على الشارع بدنا هذا النظام فمعناته مين الشعب أنتوا ما يكونوا الشعب إذا خليني أنا أتوقف عند مسيرة اللي هي العالم السوري أنا ليش بيتوقف عندها لأن شاهدت بعض خينقول وسائل الإعلام ينتقصون من هذه المظاهرة ويعتبرونها يعني أتت بضغط من الجيش أو بتحريض أو أين كان بضغوطات يعني كيف حصلت هذه المظاهرة وكم عدد الأشخاص اللي انضووا في هذه المظاهرة تفضل أستاذ بادي زي بدي سألت حضرتك سيد مبارك كيف تلقينا صدمة حلو نحن نقول لك أنه بـ 15 آدار العام الفائت عام 2011 كانت أولى بزور أو نواة للحراك الشعبي المعارض لأشياء ومطالب حلو هذه الطاقات اجتمعنا بتاريخ 17-3 بعد يومين لأننا رأينا وسائل الإعلام عربي وكان لها تجربة سابقة في الدول التي سبقتنا نعم أن التركيز على جانب معين وعدم إضاءة على الجانب الآخر هم ابتدأوا بالتركيز على الجانب المعارض الجانب اللي زيوري التخير في سوريا يا لطيف خراب بسوريا خربت الدنيا هنا وقفنا كان لنا في 18-3 أول اجتماع أمام مكتب أحد أشهر القنوات التي تزعمت وقادت حركات السورات العربية لطيف كانت تضيء على لون واحد وعلى جانب واحد فقط هناك نحنا كشباب واعي لم نقرأ الخبر مجرد خبر مرة في الشريط الإخبار كلا فهمنا أنه أزم بعيد نعم نظرنا في الأفق لهما بعد كما حصل في الدول السابقة الدول العربي ليست أزمة مجرد خبر عاجل مرة في الشريط الإخباري أنا بصفتي كمحامي نزلت إلى الشارع التقيت بأشخاص لم أكن أعلمهم من قبل طلاب جامعيين مهندسين أطباء محامين اجتمعنا أمام مكتب تلك القناة التي بات الشعب السوري يعني يكره إلى حد عجيب لأننا تألمنا منها نعم يعني أصابتنا بألم شديد أكيد بعد أن كسبت كانت قد كسبت سقة الناس اجتمعنا أمام تلك القناة كان لنا غرضين الغرض الأول كان هو أظهار الحقيقة للناس أنهم وفت الانتباه أن القضية الإعلامية قضية مؤذية شلون تجمعته شلون تجمعته يعني بالتواصل تناديتو شيء بشكل خلين أنا بالنسبة لي كنت أتحدث بأصدقائي بالتليفون بالجوال أنه نزلوا اليوم بدنا نعمل وقفة فنبقى قرابة أربع ساعات أنا ليش أركز على هذه التفاصيل لكي أعرف يعني تلقائية هذه التحركات أم هي مدفوعة من جهات محددة أنا آتل بالحديث تفضل ولكن بختصار نعم فكان لنا أول شماع في 18 ثلاثة أمام مكتب تلك القناة ولا أستحي أن أسميها معني لا أحب ما في داعي تسميها طيب سأخضع لي رأي تفضل فمن هناك كان لنا غرضين الاجتماع لها الغرض الأول هو توعية الناس أن لا تخافوا شعبنا واعي هاي ناس مسقفي ناس فاهماني نازلي نزلوا من بيوتكم نزلوا مارس حياتكم الطبيعية رسالة تطمين للناس نعم الغرض الثاني وهو الأهم كان منع ناس بعض الناس التي كانت من ذلك الرأي بيتوجه إلى تلك القناة لأننا نعلم توجههم مسبقا نعم رأيهم أكثر من معارض هم رأيهم تخريبي واستغلال واعطاء صورة أخرى ممتاز كنا نحن تحت مكتب تلك القناة والله يا أستاذ مبارك والله صادر لم تأخذ لنا لقطة معنا كنا نصل أحيانا إلى الآلاف لم تتجرى أن تفتح ستارة أنتوا كنتوا تحت القناة ولكن لم يذكرون خبر عنكم ولا مرة تجرأوا ولا فتحوا ستارة طيب أنا عندي سؤال مهم هنا في هذا المقرأ اسمح لي بس بشكل سريع عشان أعطي مجال لا بدي كفي لك نقطة كيف ترتيب الأمور لا أنا أنا أحين ما نحن نقدر نسرد كل شيء لا لا الفصل دي ولكن أنا راح أختار راح أختار يعني فعالية أو فعاليتين نأخذ فاصل قصير ونستأنف كلامنا من حيث انتهينا إن شاء الله أعزائي المشاهدين خلكم معنا بعد هذا الفاصل رجعنا معكم أعزائي المشاهدين ولازلنا أنا ما بي أغير مسار الحوار راح أختار يعني فعالية أو فعاليتين أرغب بأنكم توضحوا لي كيف جرت وكيف تم الترتيب لها توضح لي وأيضا المجال الأخت بعدك بعد هاي رأينا أن الهجمة ما زالت وزادت فهنا لم نعد نكتفي بالاعتصام أمام مكتب تلك القناة هنا ظهرت مبادرات من الشباب ظهرت مبادرات من شباب بتكوين مجموعات على الأرض أنا عضو بأحد المجموعات أطلقنا عليها نتيجة الأزاولة وتركيز على شخص قائد ورئيس الجمهوري أطلقنا عليها مثلا نحن أطلقنا مجموعة نصر الأسد أنا عضو فيها نعم بادرنا بأشياء أنا ليس مطلوب مني كإنسان مدني حمل سلاح نعم بدنا ننظم أعمال مدنية تعطي انطباع جميع البلد نماذج سريعة منها زراعة شجر حملة يعني كلها معي بالتواريخ نعم وطلعك عليها أن يعني بشكل سريع بشكل سريع حملات لما نشفنا السهداف للجيش كان حملات تبرع بالدم زيارة عوائل شهداء الذين قتلوا في المرحلة الأولى من هذه الحرب نعم تبرع بالدم لجرح جيشنا للمدنيين كان لدينا استقبال مغتربين سوريين آتوا إلى التضامن مع بلدهم رأينا حملة تهجم على الليرة السورية قمنا بدعم الليرة السورية إيداع مبالغ ولو كان ضئيلي كشيء رمزي جيد جيد واضح أن هناك قمت بمجموعة من الشغلات خلينا نقول بشكل مدني وبشكل سلمي نعم لإصار رسائل مختلفة مطلوب مني كمدني جيد الأخت الكريمة يبدو عندها تحقيب وأرجو أن الحين نحن وصلنا في الحوار إلى نقطة وأنا يهمني أن أفهم تفاصيلها كشخص يعني أنا غير سوري وأيضا أراقب بالوضع من بعيد أرغب بفهمها إذا اخترنا فعالية أو فعاليتين ترون أنها فعلا أثرت في الرأي العام وبينت أن هناك وجهة نظر أخرى فما هي أبرز فعالية ما هي أبرز فعالية بوجهة نظركم حصلت بالشارع أثرت في وجهة نظر داخليا وخارجيا وكيف تم الترتيب لها تفضلي نظرة مثل ما قال زميلي صار في مجموعات سورية على الأرض الواقع أنا بفتخر وقول لي الشرف أني أنا من فريق شباب دمشق التطوعي نحنا فريق تشكل كان حتى متشكل من قبل الأزمة من خمس سنين نحنا كنا فريق يعنى بالإنسان السوري بمفهوم المواطنة السورية بتنمية المجتمع السوري بكافة أطيافه دون التوجه إلى دين أو عرق أو 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 نظرا لي أنو الأزمة صارت نحنا أخذنا حملة سمينا حملة من سنة إلى هلأ اسمها إيدي بإيدك بكرة إلنا الإيدي بإيدك بكرة إلنا يعني إيدي أنا المؤيدة وإيدي أخي المعارض نحنا سوا مع بعض مشان نبني سوريا كان إلنا كتير حراك مهم تسمحيلي تسمحيليك يا بلادي شميها السؤال طالما أنتم تمدون يدكم للمعارضة هل تلقون تجاوبا إيجابيا من نحنا وقت صار مثل ما أكيد كل حضرتك بتعرف صار في عنا تغيير للدستور السوري بأكمله على عكس ما هنين طالبوا شوف تغييراتهم شو بسيطة وتافة وسطحية نحنا غيرنا الدستور بأكمله أسقطنا النظام بأكمله بكل ما لي الكلمة من معنا قام فريقي نحنا شباب نحنا طلاب نحنا عم ندرس نحنا ما عنا أي صلة بأي حكومة بأي وزارة بأي شي رسمي قمنا بفعالية اسمها أنا سوري وأفهم دستوري عملنا ورشاة عمل كانت الدعوة عامة على مدار ثلاثة أيام وجبنا الدكاترة اللي قامت بإنشاء دستور أو بإعداد قانون مشروع دستور السوري إضاحة وتسويق خلينا نقول أنا بقول لك الأغلبية اللي كانت موجودة هي الأغلبية المعارضة هي الأغلبية المعارضة وشين مردت تفعلهم؟ نحنا بالنهاية عم نبني وطن مون جايين نتحارب مع بعض لا بس كانوا يعني تفاعلهم إيجابي طبعا بمجرد ما أنت إجيت على مشروع عامل وفريق معروف أنه هو مؤيد للنظام ولكن بيعترف أنه فيه أخطاء كان هي بالنهاية هي بناية للوطن إذن أنا وضحت الصورة إذن خليني أرسم أنا مشهد ما بين من يؤيد النظام وما بين معارضة هناك شريحة من المعارضة أنا أراكم تجمعون على يعني احترامها وتقديرها وحتى مد اليد في التعاون والتفاهم معها لكن فضي أستاذ مبارك مو احترام هدول أخواتنا هاي محبة أنا وأنت حضرتي وحضرتك ممكن نختلف بالرأي أنا موجود هناك شريحة أنا معارضة تمام وما بدي توسع كتير بكلمة معارضة أنا بدي أرجع لنقطة ذكرتها حضرتك كيف أنا بنشط كيف أنا ممكن نكون ناشط سوري شو قدمت أنا لسوريا أنت توصنف نفسك ضمن المعارضة تفضل أي وصلنا في نفسي ضمن المعارضة نعم أنا كيف ممكن نكون ناشط حقيقي بسوريا الحقيقة مو دائما التنظيمات والأحزاب هي اللي بتخدم فقط هي اللي بتخدم البلد نحنا دائما في شي عنا وراء الكواليس يعني أنا اليوم أنطلق من بيتي من أولادي من أطفالي نعم بالوعي الفكري الثقافي ضد الطائفية اللي هي صارت واقع يروج لأله من سواء من قنوات ولا من أشخاص ولا من مؤامرات تحت أي تسمية أنا بواقع سيئ نعم نحنا بواقع سيئ أنا كتير بحب أنه الدولة أو الحكومة أو المسؤول كتير ينتبه لهذه القصة ننتبه لأمطلاقة من المدرسة للشارع للإعلام للدراما السورية يعني ما نتوقف نحنا الدراما السورية فقط لنشر أمجادنا وتاريخنا نعم في عنا واقع ياريت نعالجه بكل منطقية ندخل في أعمال فنية لمعالجة ما يحصل في الواقع اليوم تماما نعم تماما فأنا كتير بفضل أن نبلش نشاطنا لخدمة سوريا من أطفالنا من الجيل الأوقات طيب المجال مفتوح المجال مفتوح إن شاء الله بس خليني أرسم الآن خليني أعيد رسم المشهد كما فهمت مما تفضلتوا فيه أنتم جميعا مع التغيير مع الإصلاح وترون أن الإصلاحات التي تحصل على الأرض أولا بحاجة أنها تستكمل بحاجة الوقت رغم أثنين أن ما حصل هو بالفعل هو تغيير تغيير بنحو أو بآخر وبنسبة أو أخرى ولكن خليني أنقلكم إلى يعني العين التي تنظر إلى الأمور من خارج سوريا نحن بصراحة نتعاطف معكم كسوريين للدم للتاريخ المشترك للإنسانية لكل شيء ولكن الصورة التي قاعدت يعني توصلنا توصلنا أن يعني مسؤولية ما يحصل اليوم هي بنسبة 99.9% فاصلة 9.9% هي برقبة النظام وليس أي شيء آخر نعم تفضل بما أنه أنا رح نذكر المثال خليه بأرضكم نعم أنا مثلا بدي أسأل مواطن كويتي نعم فلنفترض مدينة سين اللي هي السالمية مثلا سين السالمية تخيل أنت يا أبن السالمية أنك تكون جالس في منزلك نعم ترى على أحد المحطات أنه السالمية قايمة قاعدة السالمية نار وحديد السالمية قصف شغالة عليها السالمية الجيش مقتحمة السالمية الجيش مسكرة السالمية فيه إضراب كامل تتطلع من باب برندتك بتشوف الحياة الطبيعية بتشوف المحلات مفتوحة طيب أنت هلأ يا أبن السالمية نعم إذا شفت يعني قصدك أن هذا ما تنقل هو سالع لا بينما الواقع غير ذلك تماما هلأ أنت يا أبن السالمية لما بتطلع من باب برندتك بتشوف أنه كل هذا اللي عم حطوط على التلفزيون ما نصح نعم ما رح تلومني أنا كسوري لما بدي إيجي يصدق هذا الأعلم صحيح بس أنا واجبي عفوا أنت واجبك كمواطن من السالمية تجي تقول لي لا انتبه أيها السوري هذا الكلام مصحيح تعال شوف في السالمية شوفي وتعال هون وأنا عم صور لك ونحنا هيك عم نعمول نعم نحنا عم ننزل كل يوم نزلات ميدانية كل الخبر عم ينزل نحنا منكونوا محضرين تكذيبوا قبل لأنوا مصورين دمشق كاملة من الصباح الباكر نعم نحنا هيك عم نشتغل هاي واحد اتنين أنتي بدي 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 إيجي لك على مثلا شيء له علاقة بالفعاليات لكن أيضا على فكرة لكن أيضا يعني مشاهد القتل والموت والهذا هم أيضا قاعد تنقل على وسائل الإعلام عم بنشوفها بعيننا يعني أنا صرت شايف حوالي مئة فيديو ليس في سوريا أسخط طائرة بالشيشان ودبح أطفال بغزة ومخصوف بيوت بغزة وبيوت بمكان تاني هاي واحد لكن بالتأكيد أنت لا تنفي سقوط ضحايا طبعا في ضحايا عم تسقط لكن هاي السقوط الأبرياء هذولي الضحايا مين عم يقتلون أكيد مو الجيش لك كيف الجيش بده يقتل أهله نحن عنا الجيش خدمة إلزامية يعني مو على كيفي حلو معناتها كل الأديان وكل الطواف وكل العرقيات وكل بيت وكل فيه أب وأبن وأخ موجودين بهالمكان كيف بدك تقنع هذا العسكري وهذا الضابط أنه يقتل شعبه هاي الفكرة لا يمكن تصديقه الجيش الكويتي هو من ابن الكويت لا يمكن أنه يقتل أهل الكويت أنزل طيب ووسط الفكرة بس فكرة صغيرة اللي هي لما مثلا نحن بادرنا بمد العلم الأطول العلم سوري شو كان الرد الرد بأنه رفعوا علم وضع عام 1933 وإذا بدنا نكون شاطرين بالتاريخ منستنتج أنه نحن استقلينا عن الانتداب الفرنسي بالعام 1946 أي 13 سنة قبل الجلاء هذا العلم موجود بسوريا من وقع الموافقته على هذا العلم ما دلائل هذه النجوم الثلاثة الثلاثة نجوم ما هي موجودة بالتاريخ الفرنسي وقرأوا كل الكتب الفرنسي بتقولكم أنه الجنرال الفرنسي مينو حط هالثلاثة نجوم هاي النجمة للطائفة كذا هاي النجمة للطائفة كذا هاي النجمة للطائفة كذا كان في دين المسيحي ممنوع يكون موجود بسوريا لأنه قبل الله أنا أتوه معاك الآن أنت تقول أن يعني مظاهرة العلم التي نظمتموها أو كنتم جزءا منها قوبلت قوبلت بتغيير علمنا مقدس خلينا نقول بمظاهرة في المقابل يعني خرجت بعلم مغاير للعلم السوري المضحك أنه هذه الملايين وأطول علم قوبلت بعشرات رافعين علم هذوكي بيطلعوا على قنوات ورافعين هالعلم هذول العشرات وهذول الملايين كم تقدر من خرج في مظاهرة العلم كم تقدر يعني نحن عندنا تستوضيح نحن عندنا في شيء اسمه مسيرات وعندنا شيء اسمه مظاهرات المسيرات هي المؤيدة والمظاهرات هي المعارضة نحن المسيرات المؤيدة في دمشق قدر بمسيرة العلم حوالي مليون وسبعمائة ألف بني آدم خلينا نوقف عند هذه انعكاسها في الإعلام هل وجدتوا لها انعكاس في الإعلام؟ غير بس بالقنوات السورية فقط أستاذ الكريم معلش أستاذ الكريم وأنا بدأنا نقترب بنهاية الحلقة أرجو ضغط التعقيبات قدر الإمكان والتركيز على نقاط محددة ترغبون بإصالها لمشاهد أكثر من نقطة بس بدي راجعك عليهم أول شي موضوع أنه هن كثورة سلمية نحن في عنا 13 ألف عسكري بالجيش العربي السوري قتل هدول بشو قتلوا؟ لطة كهرباء 13 ألف بالكهرباء مثلا يعني بشو قتلوا هدول؟ بين مصابين وبين شهداء نحن عنا 13 ألف عسكري مصاب بشو نصابوا هدول؟ بالفتاش مثلا بالألعاب النارية هاي نقطة النقطة الثانية قبل شوية عم تسأل زميلي أنه أنت عم تقول أنك معارض هنا نحن من سيد الرئيس وانت نازل كلنا معارضين إذا نحن المعارض هو اللي بيعارض الفساد نعم إذا ضد الفساد ضد المحسوبية ضد الرشوة ضد الدم كلنا معارضين من السيد الرئيس وانت نازل كلنا معارضين أنا إذا أنت معارض فكرة غير فكري ما عندي مشكلة لبعض متحاول أنوياك خليني أنا أختم بهذا السؤال والمجال مفتوح حتى لو كان أكثر من واحد يريد يجاوب من زاوية بس أرجو أن الأخوان بس بالكنترول يبلغوني كم باقي من الوقت بس نقطة أخيرة نعم نعم نحن منا ضد المعارضة الوطنية اللي بدأ تصلح البلد بس نحن المعارض اللي هي مجلس إسطنبول ولا المجلس هذا اللاوطني نعم شو عطيتونا أجندة أنا بدي عارض يا أخي أنا بدي أترك التأييد وبيدي عارض وين أجندتك؟ شو إلك بالشارع؟ شو إلت اللي بدك تعمل؟ أول شغلة إلت اللي بدي عملها بدي عمل سلام مع إسرائيل طب معناته أنا من الأول ضدك نعم وأي عربي فيه نخي وضمير ضدك مم معناته نحن شو بدنا ما بتمثلني ما عندك أجندة تمثلني على الأقل أنا يا أخي هذا نظامي عنده أخطاء بس عاطيني أجندة تمثلني اليوم نعم ممتاز زين يعني إحنا وصلنا تقريبا إلى ختم الحلقة وأنا واضح أن الحديث ذو شجون ولا يمكن اختصاره في حلقة واحدة أحاب أقول آخر كلمة للمعارضة يلي ما فضل سميها معارضة بل هي المجموعات يلي مخربين مخربين أو يلي كانوا عم بتدعو أنهم لهم مجهة تنظر أخرى ولكن تفضلك تماما تسمية أو تمثيل بالأرض من الشعب السوري أنتوا خسرتوا وخسرتوا أكبر تحدي وأكبر لعبة كنتوا عم بتقوموا فيها نحنا عملنا الانتخابات مبارح كان عنا الانتخابات أنتوا خسرتوا كثير أنه أنتوا تركبوا قطار الإصلاح والتطوير وأنه أنتوا يكون عن جدء لكم ممثل حقيقي بمجلس الشعب العربي السوري أنتوا خسرتوا الناس اللي بدأت تمثلكون أو الناس اللي عم تحكي باسمكن نحنا نحنا كلنا نزلنا انتخبنا وقمنا بحقنا وواجبنا كسبنا وطننا وكسبنا كل الإصلاحات اللي هنين كانوا عم بيطالبوا فيه هنين بالنهاية خسروا أي شيء كانوا عم بيطالبوا فيه نحنا رح نكسب هذا الشيء ونحنا رح نحصد هاي السمار اللي نحنا زرعناها ما عليش الدماء اللي نزلت بالأرض السورية رح ترجع بعدين بالخير والسلام وسوريا رح تضل قوية غصبا عن كلمة بالدولة إن شاء الله كلمة أخيرة أستاذي لا المجال لك رح نختم فيك وأنا أدري أن الكل عنده تعقيب بس أنا بدي أسألك الغد السوري الآن حصلت الانتخابات حصلت بعض الإصلاحات سوريا أمام تحديات كبيرة داخلية وأيضا تجاه المجتمع الدولي أنت وفقا لكل هذه المعطيات ولكل هذه المشاكل ولكل هذه التحديات أنت كشاب سوري كيف تنظر إلى الغد إلى ماذا سيأتي به الغد لسوريا أنظر إليها كسوريا متجددة نعم سوريا كما نريدها نحن أنا بشوفها متل ما عشت قبل شعب جيش حكومة يد واحدة أنا بشوفها بالمستقبل معارضة وطنية تريد العز والكرامة لهذا البلد أرى هكذا بس أنا بدي كمان أقول كلمة سريعة غاندي بدون أي شيء أسقط الإنجليز في الهند ونيلسون مانديلا من وراء القطبان ألغى نظام التنهيز العنصري لكن هاي الدماء اللي نزلت واللي نحنا رح أكيد نفتخر بكل قطرة دم نزلت ونحنا بنحط عراسنا ونضرب لها تحية هي رح تكون الدم اللي بيسئل ورد يلي بنحنا بكرة بالأخير رح نجني هذا القبر تبع الشهيد نحن نهوى ونحترف حراسته إن شاء الله يعني حقيقة يعني أنا بشكل جدا مقتضب إذا سمحت لأنه انتهى وقت الحق أنا أول شي بتشكر الشعب الكويتي شكر قناة الكوت لأنه اليوم وقفتكم معنا هلا وقت اللي جايين تبينوا الحقائق نعم فهي هاي أكبر مثال أنه أنتوا بهمكن الشعب السوري بتاعتبرون الأخوة نتمنى من كل الأخوة العرب يعملوا مثل ما عم بتعملوا يجوا يتبينوا الحقائق ويشوفوا كل شي بعينه واضح الأستاذ الكريم بشكل جدا مقتضب لو سمحت تحية للجيش العربي السوري البطل تحية للجيش الذي حمى لبنان الذي قدم أحد عشر ألف شهيدا على أرض لبنان تحية للجيش سوريا البطل الذي شارك في تحرير الكويت من غزوها تحية للجيش السوري البطل الذي دعم المقاومة في فلسطين تحية للجيش البطل الذي هو حصننا أنا أعلم كلكم يعني صدوركم مشحونة بالكثير من الكلام نحب بعضنا تفضل 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 نحن الشعب السوري أنا بطلب من نفسي ونتسامح نحب بعضنا أكثر والله يحمي سوريا إن شاء الله مع هذا الدعاء الله يحمي سوريا إن شاء الله وكل الأقطار العربية وحقيقة يعني نحن ننطلق أيضا من عاطفة إنسانية يعني نتمنى أن يسود السلام إن شاء الله في العالم وأن يعني هذه الخلافات الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا إلى جادة تجمعنا جميعا وإن شاء الله نتسامع على هذه الجروح وتعود كل الدول العربية وفي مقدمتها سوريا إن شاء الله إلى الهدوء والاستقرار وإلى الازدهار يعني بشكل مضطرد بإذن الله أعزائي المشاهد كنا في نقاش وحوار مع مجاميع شبابية مختلفة يعني صلطنا الضوء على وجهة نظر معينة لا ندعي إن هذه كل وجهات النظر الموجودة في سوريا ولكن من حق وجهة النظر هذه أن يستمع إليها أن تصل إلى أذهالكم وبالنهاية أنتم الحكم أعزائي المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة وبإسمكم أشكر ضيوفي الكرام الذين لبوا هذه الدعوة نلتقيكم في حلقات قادمة مع السلامة صبحنا على خير اشتركوا في القناة